بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال وردني كيف نرى الأشياء يوم القيامة الحقيقة السؤال لطيف ولكن طبعا الله أعلم هذا السؤال يدخل في مجال علم الغيب ولكن نحن لدينا آيات قرآن يتوضح لنا ماذا سيجري يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول عن أولئك الغافلين يعني ربما تعجبون من الإجابة ولكن هذا الواقع أيها الأحبة معظم الناس سيكونون في جهنم الدليل على ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالنسبة العظمى ستكون إلى جهنم للأسف وهذا بسبب أن الإنسان ظلوم وجهول الله وضح له الطريق ولكنه ومن كان في هذه أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الآن أيها الأحبة أود أن أتأمل معكم آيات من سورة طهة توضح لنا ماذا يرى الكافر ماذا يرى الكافر يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري أعرض عن ذكري طبعا أنت عندما تنسى كلام الله لا تقيم الصلاة لا تصوم لا تؤدي الزكاة لا تقرأ القرآن لا تذكر الله أنت معرض عن ذكر الله مسلم بالهوية فقط وهذا ليس له أي قيمة أيها الأحبة الإسلام عمل فأنت عندما تعرض عن ذكري لا ما هو مصيرك استمع معي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا معيشتك ستكون سيئة جدا حتى لو امتلكت المليارات أنت تعيس عندما تنام تشعر بالتعاسى لديك قلق لديك خوف وأكثر خوف يحدث لحظة الموت لدى هذا الذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى إذن يحشر أعمى احذر أخي الحبيب احذر أن تكون من ضمن هؤلاء القضية خطيرة جدا والفارق بين الإيمان والكفر شعر على فكرة المؤمن يصبح أو الإنسان أو الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أحذر أيها الأحبة الكافر لن يرى شيء يوم القيامة سوف يكون أعمى وإذا قدر الله له أن يرى سيرى أشياء مرعبة سيرى أشياء مرعبة ولكنه يحشر أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال انظروا إلى موقف الذل الهوان هذا الموقف الهون عذاب الهون قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة يأتيه الجواب الصادم حقيقة والذي يعني من أشد أنواع العذاب هذا الجواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى إذن أيها البعيد عن الله هيئ نفسك أن تحشر أعمى طيب ماذا عن المؤمن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم المؤمن يخلق الله له نورا من حوله هذا النور يضيء أكثر من الشمس ولكن لا يؤذي نور وهناك غيمة تظلله بينما الكافر يغرق في عرقه يغرق في حر يوم القيامة يحاول أن يقتبس من نور هذا المؤمن هذا الإنسان الذي كان فقيرا في الدنيا مهملا لا يؤبه له لا يقام له وزن يسخرون منه ولكنه كان تقيا صابرا ستجده يوم القيامة له نور عظيم بينما الكافر الذي كان في الدنيا لديه السلطة والمال ولديه الشهرة ولديه ستجده أعمى والعياذ بالله يحاول أن يقتبس من هذا النور ولكن هناك هناك ماذا حجاب بينهما سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني سبحان الله موقف مرعب والله أيها الأحبة لذلك أحبة في الله كلما تزودت من نور القرآن سيكون النور الذي سيزودك الله به ويحفك به أكبر وستكون سعادتك أكبر كلما حاولت أن تقترب من الله أكثر في هذه الدنيا ستكون قريبا من الله يوم القيامة وكلما ابتعدت عن آيات الله ابتعدت عن تعاليم القرآن ستنسى يوم القيامة وقيل انظروا إلى هذه الآية كم هي مرعبة أيها الأحبة وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا تصور أن الإنسان في أهوال يوم القيامة ينساك الله كم الموقف صعب لذلك أيها الأحبة هذه المقاييس في الدنيا ستختلف يوم القيامة هؤلاء الذين يتمتعون بشكل حسن ولديهم المال لديهم الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا هؤلاء ستجدهم يوم القيامة في أسوأ منظر تجدهم في العذاب تجد أن الله نسيهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها من الفقراء والمساكين النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر سيدنا أبا ذر أن يدنو ويتقرب من الفقراء والمساكين هذا هو حال المؤمن أيها الأحبة إذن أحبتي في الله أنت سترى أول شيء ستراه بالنسبة للكافر سيرى الملائكة في أسوأ شكل وأبشع صورة وسيعيش حياة الرعب طيلة وجوده في القبر أو في عالم ما وراء البرزخ سيعرض على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة سيحشر أعمى وبعد ذلك سيدخل في نار جهنم ولا يسمع يوم القيامة ما هو الموقف أيها الأحبة الكافر قال عنه سبحانه وتعالى لهم فيها شهيق وزفير وشهيق وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون يعني يا أخي الحبيب تريد أن تورط نفسك في عذاب جهنم تحشر أعمى ولا تسمع وأبكم لا تنطق وتعيش هذه الحياة الأبدية فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مقابل ماذا؟ مقابل متاع الدنيا مقابل رشوة مقابل أن تؤذي إنسان مقابل أن تستمتع متعة زائلة تزني أو تسرق أو تفعل أي أو تأكل الربا مثلا هل هذا يستحق أن تلقي بنفسك في جهنم لذلك هذه دعوة أحبة في الله والله دعوة محب أدعو كل إنسان أن يسارع لتدبر هذا القرآن والعمل بما فيه كلما وجدت آية اعمل بما فيها عندما يقول الله سبحانه وتعالى لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كن صادقا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته